يؤقد في مدينة بورسعيد اليوم المؤتمر الاقتصادي الأول تحت عنوان حلم بكرة بيتحقق بحضور عدد من الوزراء ورئيس هيئة قناة السويسر رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة الفريق مهبميش للمزيد معنا مفدت أونلايف إلى بورسعيد دينا حويدا قادينة أهلا بك يعني ما المختلف في هذا المؤتمر المزيد معك صباح الخير شماء بالفعل من محافظة بورسعيد هذه المحافظة التي زينت اليوم لاستقبال مؤتمر حلم بكرة بيتحقق طبعا برئاسة اللواء عدل غضبان محافظة بورسعيد كما تعلمي أن محافظة بورسعيد بها العديد من المشروعات التنموية اللي بتجرى على أرض المحافظة وهذا المؤتمر بيقام لتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في محافظة بورسعيد خاصة اللي بيحضر عدد من الوزراء المصريين وأيضا عدد من المستثمرين موجودين بإلى جانب طبعا الشباب هيكون لهم مشاركة في الجلسات الموجودة نتحدث عن أربع جلسات حتى الساعة السادسة مساء ولمديد من التفاصيل حول هذا المؤتمر ينضم إليه الآن اللواء عدل غضبان محافظة بورسعيد برحب بحضرتك يا فندي الآن بحضرتك أنا وسعني الحقيقة يعني محافظة بورسعيد تزينت اليوم الاستقبال هذا المؤتمر لو تحدثنا عن الفعاليات اليوم إلا هتكون فيها إن شاء الله أنا بس إن في ناس بيسألوني كتير قوي هو ليه بتقول حلم بكرة بيتحقق أنا بقول بس إن لو نسرجع وراء من سنتين في شهر نوفمبر 2015 كان في خامة رئيس عبد الفتاح السيسي كان بيداشن مشروعات شرق بورسعيد في الشرق عندنا هنا وكان زي هزي الأيام وكان تحت شعار حلم بكرة فإحنا بنقول خلال سنتين حلم بكرة ده أخبره إيه؟ لا بنقول حلم بكرة بيتحقق طب بيتحقق إزاي؟ قلت لأتي بيتم تنفيذ حاليا أكبر ميناء محوري في الشرق الأوسط بطول أرصفها خمسة ونصف كيلو بنقول بيتم تنفيذ أكبر منطقة حرة صناعية في الشرق على مساحة 40 مليون متر ربع بيتم تنفيذ منها المرحلة الأولى حاليا على مساحة 16 مليون متر ربع بيتم تنفيذ أكبر منطقة الوجستية بشكله وبس نحن في مؤتمر الشباب اللي كان في شرم الشيخ كان ست فيه إمه بميش وقع عقود لهذه المواني لأحد الشركات الإماراتية بميناء بلك بالإضافة لمنطقة تخزينية في المنطقة الوجستية بالإضافة لمصنع لتكرير السكر في المنطقة الصناعية فهيقول لدي حلم بكرة ده بشي يتحقق بها ده بيتحقق وبيتسوق طيب هناك برضو منطقة صناعية من الحب نتحدث عنها عن 40 مليون كيلو متر منطقة صناعية منطقة صناعية في الشرق مساحة 40 مليون متر مربع بيتم بتنفيذ منها حاليا دولة المحارة الأولى على مساحة 16 مليون متر مربع ومتى سنعلن أن محافظة بورسعيد هي محافظة خالية من العشوائيات حدركم تذكرت هذا العام خلالها العام متى سنعلن أن محافظة بورسعيد هي محافظة خالية من العشوائيات فعلا بورسعيد حاليا دولة مدينة بورسعيد خالية من العشوائيات هتبقى لي بس خارج نطاق محافظة برسايد اثنين عشوائية هيتم إليوتهم خلال هذه من الحالة في الفترة الجاية القريبة جدا قبل نادي السناد إن شاء الله طيب ماذا عن جلسات اليوم اليوم سيكون هناك أربع جلسات على مدار اليوم حتى الساعة السادسة مساءً نحب أن تعرف محارتك عن المشاركين في هذه الجلسات والمتحدثين والمواضيع اللي هتموا نقاشتها هو معظم الجلسات عشان في شركة بتنظم مدعوضات وفي نفس الوقت مش عايز أحرق البيتين مدعوضات حاليا بس نقول المعظم الجلسات تبقى بنعرض فرص استثمارية في مجال السياحة بنعرض فرص استثمارية في مجال الصناعة هنوقع لأحد الشركات الكبرى في مجال السياحة لإدارة الفنادق لأحد رجال أعمال في شرق برسعيد في أسف في غرب برسعيد بنعرض المشروعات التنموية الموجودة في برسعيد وعندنا لفيف كبير جدا من رجال الأعمال في مصر وبنعرض أهم حاجة هنوقع عندنا من غرب برسعيد اللي بنحاول نسوأ ونطواره من خلال الهيئة اقساطية لقناة السويس ونقول معنا النهاردة هيئة مواني دبي إن شاء الله مشرفة النهاردة